هل تستطيع الدولة او وزير التموين للتجارة الداخلية او الحكومة ان هي في شعارات كده يقولك السيطرة على الاسعار محاربة الغلاء ده فيه قليات سوق حر عناصره كلها مش جواك براك تقدر تحقق الشعارات دي الشعارات دي يجب ان تسقط ما تزعلش مني انما يحل محلها ان يكون السوق منظم يعني ايه يعني هدي حضرتك مثال حلقات التدور اللي حضرتك قلتها دي نحترمها جدا ونحترم المنفسة فيها ونحترم العرض والطلب ونحترم تغيير سعر المدخلات ونحترم لما لما نقول المصنع او المستورد يجب ان يكون معه مستنداته وقال سعر المصنع ايه والسعر المتوقع للمستهلك ولا يتعامل الا بمستندات حقيقية فاذا الموزع هيبقى واضح حتى ودي حدثك رابطة بموضوع ان يكون السعر موجود على السلع ابتداء من يناير بس من الفاتورة من المصنع من الفاتورة ما هو ده كمان حيعمل شيء كويس اه وهو ان هو كده يبقى فيه مستندات حقيقية فهيحاسب ضرائبيا فالدولة تأخذ حقها فتستطيع ان هي تدعم انا انا امانة اشكر حذرك للملحوظة دي ولكن كان هدفها الحقيق قال ان احنا يبقى في سوق منظم وبالتالي السوق الغير منظم يظهر بدل ما نقعد نحط قوانين تجرم وتمنع وتشجب وتحبس وتحكم بغرامات قد كده على المخالف لا انا المجموعة اللي هي مصانع لها ترخيص معين بمنتجات بمواصفات معينة نحترم هذه السلسلة حتى تصل للمستهلك هنا هيبقى حاجتين في منافسة ولم نفقد المستهلك حرية الاختيار والمقارنة يعني انا هدخل عند حضرك وهلاقي زيت كذا وحتى لو خدته وحضرك اعرف زيتات البيوت شطرين قوي حتى لو خدته وبعين راحت حتة تانية ولقيت نفس الحاجة وكذا بس بسعر تاني عمرها ما هتيجي تاخد من عندك لو كان السعر اغلي اشتركوا في القناة